أهلا بكم في أولى نشراتنا الاقتصادية لهذا اليوم أعلن جمعية تطوير المشاريع فاق عن انطلاقتها رسمية بعقد أول ورشة للعصف الذهني من أجل بناء استراتيجية الجمعية للسنوات القادمة وقد تناولت محاور الورشة كيفية خلق تغيير الإيجابي في المنظمة غير الربحية وكيفية صيغة خطط العمل في الجمعيات وبحث سبل وطرق تفعيل أهداف الجمعية وبناء لجان تفعيل أهدافها وناقشة الورشة آلية خدمة متطلبات رواد الأعمال وبحث آلية فرص توسع خارج البحرين إضافة إلى مناقشة آلية دعم الشباب بخطط استراتيجية وتفعيل شبكات ووسائل التواصل الاجتماعية بدأنا نحن له مجلس الإدارة الجديد مكون من سبع أشخاص الفكرة بانطلاقة الفكرة لجمعية آفاغ وهي لتطوير المشاريع وتدشينها بأن يكون هناك تعاون ليس فقط في محدودية البحرين ولكن نخرج من هذا النطاع ويكون هناك تعاون مشترك مع زملائنا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة طبعا بداية الجمعية وتركيزها خاصة على فئة ريادة الأعمال الشبابية لأن نحن نشوف أن مستقبل البحرين الاقتصادي والتنموي يعني الشباب هم لهم الدور الأكبر اللي لازم نحن ندعمهم ونوصل لهم جميع الأمور اللي لازم يحتذون بها من رواد الأعمال اللي نحن راح يكونون أعضاء معانا بالجمعية قال العدو المؤسس لجمعية تطوير المشاريع عفاق إن ما يميز مملكة البحرين من غيرها من دول المنطقة هو أن أكثر من 60% من كوادرها العاملة من فئة الشباب ما يحتم على القطاعين الحكومي والقطاع الخاص تعزيز دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة نتكلم الآن عن كثير من المشاريع التي يجب أن تتطور ودكمل تطورها في هذه المملكة الآن ونحن نعرف تماما أو نعلم أن أي تطور أو أي عملية تطويرية يجب أن يكون هناك فيها العامل الشبابي أو العامل المؤسس الصغير يجب أن ننظر إلى المستقبل المستقبل في هذه البلاد هي مستقبل الشباب الموجود الآن الشباب يبدأون العمل بمكونات بسيطة وبشركات أو مؤسسات وأفكار بسيطة تنمو مع الزمن